تخيل كده تحول فكرة في دماغك تبقى صورة شبه التحفة الفنية بضغطة زر واحدة بس مع التطور الرهيب اللي احنا بنشوفه في التكنولوجيا وخصوصا في الزكاية الاصطناعية اصبحت الوقت عندك امكانية انك تعمل حاجات ما كنتش بتاعف تعملها قبل كده والجميل في الموضوع انك مش بتبقى محتاج اي خبرة او مجهود عشان تقدر تعمل الحاجات دي زي مثلا انشاء تصاميم بالزكاية الاصطناعية الاول كنت بتبقى محتاج ان انت تتعلم وتدرس برامج الرسم وتصوير علشان تقدر تعمل تصميم لكن مع الزكاية الاصطناعية الموضوع بقى اسهل بكتير ولانه بقى سهل ومجاني فانت تقدر عن طريق بعض الكلمات تعمل اي تصميم انت عاوز ومن الادوات اللي انت ممكن تستخدمها في عمل التصميم دي هي اداة image fx من جوجل والاداة دي بيميزها ان هي مجانية تماما وبتعمل تصاميم احترافية جدا فقبل الاداة دي ما تبقى بفلوس وما تبقاش موجودة عايزك تتعلم ازاي تستخدمها وتلحق تعمل بها تصميم كويسة فلو انت مهتم دوس لايك علشان الفيديو وصل لأكبر كدر ممكن من الناس ولو دي اول مرة في القناة فاهلا بيك في قناة محمود خضر هنعلمك ازاي تستفيدي من استخدام ادوات الذكاء الاصطناعية السهلة والمجانية في انشاء المحتوى وربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو خلينا نبدأ الفيديو بشرح اداة من موقع جوجل لابس عايز اقولك ان حتى هذه اللعزة الاداة دي مجانية تماما ولكن مع الوقت ربما تتغير السياسات وتصبح مدفوعة الاداة استخدمها سهل جدا ولكن في مشكلة بسيطة ممكن تقبلك لكن هعرفك المشكلة دي هحلولها ايه في اخر الفيديو وانا بعرفك ازاي تسجل الحساب في الموقع دلوقتي هتلاحز هنا في الواجهة البسيطة دي عندك هنا اربع مربعات ودي بيظهر فيها التصاميم اللي انت هتعملها في المربع ده بيجي هنا يقولك اكتب انت عايز تعمل ايه وانا هحاوله لك لصورة وهنا لو ضغطت على دي بيجيب لك هنا عشوائي ويحاوله لك لتصميم على طول تحت هنا بيجيب لك بعض الحاجات اللي ممكن تستخدمها زي مسلا نوعية عدسات كاميرا نوعية الستايلات اللي ممكن تستخدمها حاجات معينة على حسب التصميم اللي انت هتعمله وممكن ما تستعينش بها خالصا السيد ده بيكون الرقم الاساسي اللي بنيت عليه الصورة ولو انت مثلا عندك صورة وليها رقم سيد وجيت حطيت الرقم ده هده بتقدر ان انت تحافظ على نفس تفاصيل الصورة اللي انت عايز تعملها او بيكون قريب منها يعني المودي هنا افضل حاجة هو دي هنسيبه زي ما هو ما فيش تعديل فيه وعندك هنا الابعاد او مقاسات الصور لو ضغطت عليها بيجيب لك اكتر من بعد واعتقد ان دي الاشهر في الاستخدام سواء المربعة دول اشهر حاجات بنستخدمهم بالمأساة بتاعتهم على حسب انت عايز تعمل ايه فلنفترض ان انا دلوقتي عايز مسلا اخد صورة بورتري وهاجي هنا هضف هنا برومت بسيط البرومت ده بيقول لك ان في الشارع وفي كلب معين بيتصور بشكل لطيف ويمديك بعض الاجواء المحيطة ان هو في قدامك فيه وبعض الانماط معانا في الصور مش هعمل اي شيء غير ان انا هضغط على فهيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي التصميم هنا طبعا هتلاحز ان هو غير مقاسي البعد بناء على البعد اللي احنا اخترناه وهيبدأ دلوقتي يطلع لك التصميم بالشكل ده اول نتيجة هنا عملي هنا فعلا صورة لكلب هو بتصور وعمل لك اربعة تصميم طبعا انا مش قادر اوصف لك كيميت الجمالي اللي موجودة في الصورة اولا الصورة تحس ان هي طبيعية مية في المية مش صورة معمولة بالزجال الاصطناعي تعالى نفتح مسلا صورة شابه دي اضغط عليها تفتح معاك بشكل اكبر هتلاحز هنا في الصورة ان الصورة ما فيهاش اخطاء وعمل شغلة حلوة او كده في الخلفية زي البلور والكلب بياخد لقطة وهنا برضو في ناس في الخلفية الخلفية معمولة بشكل كويس جدا طبعا نقدر نحتفظ بالصور دي احنا بنروح على العلامة دي ونضغط على فبنقدر نحاملها وهنا كمان من التلات نقط دول لو انت عايز تعملها كوبي يعني تشاركها مع حد كمان تقدر هنا تاخد كوبي اللي تم عمل به الصورة ودي لو انت عايز تضيفها كبوك مرة هنا طبعا نفس النظام لو وقفت على اي صورة من الصور دي بيجيبها لك بالشكل ده عشان لو انت عايز تحملها بصراحة الصورة حلوة جدا للناس اللي هي حابة تعمل صورة فوتوغرافية بالروعة دي ولكن تعال نرجع تاني للصفحة دي ونجرب مع بعض تاني حاجة هنا في المربع ده وهضيف ده ده عبارة عن ممكن تكون نقول ان هو حاجة خيالية شوية لقطة بتطبخ فشكلها لطيف شوية يعني شبه الافلام والحاجات دي مش هعمل حاجة غير ان انا برضو هاختار البعد وهسيب البعد زي ما هو زي ما انت تقدر تتحكم في الابعاد من هنا وهروح ان هضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي التصميم النتيجة ظهرت بالشكل ده وحاسس ان النتيجة مبهرة جدا تعال نضغط كده على الصورة الصورة تحس ان هي مراحة نفسيا يعني الصور تحس انها مراحة نفسيا والقط واقف بيطبخ وكان واقف في حديقة منزل حقيقي يعني بصراحة صورة حلوة جدا وطبعا هتكون حلوة للناس اللي هي حابة مسلا تعمل تحويل الصور دي الفيديوهات فالموضوع هيبقى ممتع جدا تعال نجرب حاجة كمان هنجي هنا نحط كمان نكتبه بالشكل ده طبعا انا هنا بضيف جاهزة لكن انت تقدر تكتب اللي انت عايزه وهروح هنا اغير البعد بتاعها هخليه ستاشرة لتسعة وهضغط على تعال نشوف هيعملين ايه المفروض ان انا هنا بقول له اعمل لي او صورة لقط ماسك معزة وبيجري بيها بيهرب من راجل بيجري وراها بتاعا نشوف هيطلع عالنا زي مبدئين كده حاس ان هو قرب جدا من الكلام لان هو نفس الكلام اللي مكتوب ونفس تفاصيل القط والكلام ده وطبعا القط ظاهر بشكل كبير ومسك المعزة وشكله لطيف جدا نقدر طبعا نعمل ده ونقول له الصورة وهنا عامل لي طبعا اربع صور بالشكل ده السلطين هتحس ان هما قريبين من بعض في الستايل وهنا نفس النظام بس هنا ممكن يكون جري شوية كمان وممكن يكون التعبير مختلفة بسيطة لكن بصراحة الصورة حلوة جدا بناء على الوصف طب ايه اللي احنا ممكن نعمله في الحاجات دي انت جد دلوقتي بقى عايز تغير اي شيء بقى عايز تضيف تفاصيل مختلفة فانت ممكن تغير هنا البعد بتاع الكاميرا فتقول له خمسة وتلاتين ملي متر وهيفهمها الناس بتوع الكاميرات هطلع اس تحت هنا اللي هو اضافها لك دي ممكن نضيف له حاجة كمان تكون سكيتشي طب تعالى كده بقى ندوس على الكريات ونشوف هيعمل ايه في الصورة بعد ما ضفنا الحاجتين دول هو ما غيرش كتير غير انه هو ممكن يكون غير حاجة بسيطة في الابعاد بتاعة الكاميرا كتصوير يعني وخليها سكيتشي شوية بس لكن تعدلات بسيطة جدا لكن هتزيد لو انت تدي التفاصيل اكتر طيب لو انا حابب ان انا شيل الكلام اللي انا عملته ده الاضافات ديت هروح عليها هنا كده وامسحها هتتمسح معك على طول بالشكل ده وهاجب بعد كده امسح كل اللي انا كنت كاتبه وهاجب دلوقتي هضيف تاني وضغط هنا واكتب هنا بالشكل ده المرة دي بقى نختبر الاختبار الصعب ونشوف هل هو هيقدر يحقق لنا كل احلامنا ولا هيكتفي بالصور فقط المرة دي انا بقول له عايزك تكتيب لي الجملة دي وتكون بشكل كده معمول بشكل لطيف وهنجي هنا نختار البعد بتاعنا تسعة لستاشر عشان ما نضغطش عليه في التصميم ولو انت طبعا عايز تعملها تيشيرت فانصحك ان انت تختارها خلاص انا اختارها معكم وهضغط على وتعا نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي عايز اقول لك ان هو نجح ان هو يعمل حاجة جامدة جدا والناس اللي بتعمل تصميم تيشيرتات يا سلام على ده تصميم لو هتاخدوا بقى وتروح بقى ايه تعملوها على موقع وطبعا احنا شرحين موقع بدي يجي ازاي تعمل عليه تصميم وازاي تشتغل عليه وتبيع عليه بتاعه بس انكبر التصميم كده انا بحبي بقى التصميم اللي شابه دي لإيه التصميم اللي شابه دي حبها الجماعة اللي بعمله تصميم وبستخدمه فوتشوب سهل اول انت تتفرغ الخلفية ديت وتطبحها وهو هنا بس اقرر كلمة لكن يكتب الكلام صح شايفين هو كتب الكلام صح هنا طبعا ما فيش غلطة بستثنين الخلفية سودة برضو ديت تقدر تتغيرها وهنا برضو نفس النظام لأ حاجة بالصراحة في منتهى الجمال طيب هنختار ان الصورة بقى في دول انا اختار الصورة دي شايفينها كويسة واروح هنه هعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه داون لود لا لو عسى مستقبلا ممكن استخدمها طب تعالي بقى نجرب حاجة كمان هاجي هنا هضيف هنا ده عبارة عن ايه عبارة عن فنجان قهوة زي ما تقول كده بيطلع منه القهوة وكأنها بطير في السماء وكأنه بيقع على الارض مسلا فتعال كده نختار مسلا حاجة تكون لا خليها عشان يبقى يعني الصورة كبيرة وحلوة مش هكتب ايه حاجة تانية ولا هعمل ايه حاجة تانية غير ان انا هضغط على كريته وتعال نشوف هيبقى صعبة على تصميم ده ولا هيكون سهل بالصراحة لان انا حابب ان انا اطلع ايه غلطة وممكن في ناس ما تتفقش معايا بس انا مش عاجبني الفنجان انا كنت حابب الفنجان يكون اصغر من كده بغض النظر عن اي تفاصيل تانية هتقول لي طب ما القهوة طايرة هي عام قدامك والموقع ما اصرش يعني والدنيا لذيذ لا انا كنت حابب ان الفنجان يكون احسن من كده بس يعني ايه هنقول ان اديت غلطة من الموقع ان هو اساء اختيار الفنجان لكن انتو برضو لكم الكرار انهائي حتى زي اللحظة انا بعمل الصور وطبعا الصور معمولة بجودة كويسة وبحملها عادي جدا ما تيجي نختار حاجة اسمها من المال كده نشوف ممكن يعمل لنا ايه ونضغط على ونشوف التصميم نفس التصميم هيطلع معنا ازاي طبعا التصميم طلعش ازاي ما هو وعجبني ان هو ايه المرار دي بقى قال لي لقد انا هزبط لك بقى اللي ايه الفنجان وعمل لي هنا فنجان اللي انا عايزه هو غلوة كده انا كنت عايز حاجة شباه كده لأ كده بصراحة الموقع اقدر اديله حتى دلوقتي حتى هذه اللحظة لو هقيمه من عشرة فانا هقيمه تمانية من عشرة ده وتقيم عالي يعني بالنسبة لي يعني فانت كمان دلوقتي عندك الفرصة ان انت تجرب موقع بشكل مجاني تماما وتعمل الصور اللي نبسك فيها وعايز اقول لك كمان انها الفترة الجاية هفتح لك ابواب كتير قوي نقدر نستخدم الموقع ده في عمل تصاميم بشكل احترافي جدا وهنهتم برضو شوية بالجماعة مصممين الاعلانات والجرافيك ديزاينز ديزاينرز عموما طيب هاي حد يقوله بس فيه بقى المشكلة كبيرة جدا وهنا الموقع ده مش بيفتح في مصر ولا في الوطن العربي اصلا انت فتحته ازاي انا الحقيقة فتحته باستخدام الاداة دي اللي انت ممكن تستخدمها وممكن تشوف اي اداة تانية تستخدمها اعتقد ان كده واضحة ربما انا كنت نخايف شوية من سياسات السياسات اللي هي هتمنع لنا اتكلم عنها ولكن في حالة ان انت عملت الاداة دي فهتقدر بكل بساطة انك الموقع يفتح معك تعالي باقول لك ازاي تسجل حساب في الموقع اول حاجة هتعملها هتروح على جوجل هتكتب وبعد كده هتنزل على اضغط عليها بالشكل ده هيفتح معك الصفحة دي اول ما هتفتح هيزهر لك الرسالة دي هقول لك يعني موش متاح في دولتك عشان كده قلت لك لازم نستخدم دي هاجي هنا هضغط على العلامة دي واختار دي واضغط هنا بعد كده اتأكد ان هو شغالة بعد ما تفعل دي كل انت هتعملها هتروح تفتح هنا صفحة جديدة وابحث عن وادخل على جوجل لابس هيفتح معك الصفحة دي على طول الروح على ساين ان وز جوجل هقول لك ساين ان وتلقائيا هيعمل تسجيل دخول باستخدام جوجل ومبروك عليك الحساب تقدر تستخدم الموقع بشكل مجاني ولكن لازم تكون مفعل الفي بي ان وبكده بقى انا وصلت معاك لنهاية الفيديو النهاردة اتمنى يكون عجبك الفيديو لو عجبك الفيديو دوس لايك واسيبه عليك في تعليق ولو انت مش مشترك في القناة نشترك دلوقتي وفعلت الجرس علشان يوصلك لشهار بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم